بسم الله والحمد لله كلمة مختصرة أرجو أن تكون نافعة في موضوع مهم جدا في موضوع مهم جدا وهو الأمن الفكري ووسائل التواصل الاجتماعي وهذا الموضوع يعني الأمن الفكري ووسائل التواصل الاجتماعي هذه الوسائل ذات أثر كبير وذلك للتوسع في مواقعها وفي أنواعها وفي خدماتها ولكثرة الذين يتعاملون معها ويوجهون من خلالها كلماتهم وكتاباتهم وآراءهم وجهة نظرهم فتصل إلى الملايين من الناس وأيضا تأتي أهميتها بالنسبة لمجتمعنا في المملكة العربية السعودية هذه البلاد المباركة من جهة كثرة الذين اشتغلون فيها وبها وعليها على هذه المواقع وهذه الوسائل من أبناء وبنات هذا المجتمع والذين يبلغون الملايين ونسبهم بالنسبة إلى غيرهم من أعلى النسب من أعلى النسب العالمية استخدامهم استعمالهم لهذه الوسائل لهذه الوسائل على تعددها وعلى كثرتها وعلى كثرتها وعلى تنوعها فمن هنا يأتي خطرها لأنها وسائل عالمية كل ومتاحة وفيها توسع في استخداماتها لا ضوابط عليها تقريبا إلا ضوابط قليلة لا تحد من أخطارها وأضرارها وآثارها السلبية ولا يستطاع في ما ظهر لي أيضا التحكم فيها ولا في الأشخاص المتعاملين معها والمستخدمين لها برقابة خارجية من خارجهم ومن هنا يأتي خطرها وأثرها لهذا تنبه أهل الحل والعقد في مجتمعنا المبارك ومنهم هيئة كبار العلماء فقد أصدرت بيانا في دورتها الواحد والثمانين المنعقد في اليوم السادس من الشهر الثامن من عام ستة وثلاثين وأربعمائة وألف للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام أصدروا بيانا في مخاطرها وفي أضرارها وأثارها وفيما يجب على المسلم والمسلمة من الالتزام بدينهم وبأخلاقهم وبعقيدتهم وبأمن بلادهم ومجتمعهم وأن لا يكونوا منجرين وراء الشائعات والإشاعات والفتن والمخاطر والمفاسد وأن لا يكونوا سبباً في ضرر على أحد من الناس لا في دينه ولا في خلقه ولا في الأمن ولا في الاستقرار لا في الأمور الفردية ولا في الأمور الاجتماعية والجماعية وذلك يدل على خطرها وأثرها وهكذا فئات من المجتمع أهل الحل والعقد والنخب الثقافية والفكرية والاجتماعية والأمنية كلهم قد بيّنوا في مؤتمرات وندوات وكتابات ومحاضرات بيّنوا بيّنوا مخاطر هذه الوسائل وأخطارها وأضرارها وآثارها ووجّهوا بالمعالجات الجيّدة والتوجيهات النافعة إذا اتبعها إذا اتبعها الأفراد المستخدمون لهذه الوسائل والمتعاملون معها والذين يرجعون إليها في كثير من أحوالهم وآرائهم وما يطلبونه من آراء أو مسائل أو فتاوى أو وجهات نظر أو تحليلات أو أخبار أو غير ذلك مما ينشر عليها ويذاع فيها ولكثرة استعمالها أسباب قد يطول الكلام فيها أسباب كثيرة لاستعمالها وللرجوع إليها والاستخداماتها قد يطول الكلام فيها فنقتصر وأيضا فجملة من هذه الأسباب ظاهرة معلومة لمن تأملها واستقرأها وتتبعها ولذلك أقتصر في هذه الكلمة المختصرة على الأخطار والآثار السلبية لهذه الوسائل هذه فقرة والفقرة الثانية كيفية العلاج فالفقرة الأولى في الأخطار والآثار والأضرار وهي أنواع رئيسة منها ما يرجع إلى الدين والعقيدة ومنها ما يعود إلى الأخلاق والقيم ومنها ما يرجع إلى الأمن والاستقرار واللحمة ووحدة الصف ومنها ما يرجع إلى النواحي الصحية وغير ذلك من الأقسام الرئيسة وأذكر نماذج كشواهد كشواهد على هذه الأضرار والأخطار كشواهد على هذه الأضرار والأخطار فمما يرجع إلى الدين والعقيدة التشكيك في ثوابت الدين ونشر الأفكار الإلحادية هذا كثير على هذه الوسائل فيخشى من خطر التشكيك في الدين وفي ثوابته وزعزعت العقيدة الراصخة لدى المجتمع في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية كذلك نشر الأفكار الإلحادية وقد ظهر لهذا الأثر ولهذا الضرر ظهرت له آثار وعواقب والله المستعان ونسأل الله جل وعلا أن يحفظ مجتمعنا والمجتمعات الإسلامية كلها أن يحفظ مجتمعنا والمجتمعات الإسلامية كلها وأن يثبتها على الدين وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة وأن يعيذنا وأن يعيذهم من الأفكار الإلحادية والشبه التي ترجع إلى العقيدة صلى الله جل وعلا أن يحفظ الجميع منها من أخطارها وأضرارها ما يرجع إلى ثقافة اليأس والإحباب والإنهزامية هذا موجود فيها تهويل الأمور تهويل من الأضرار بعض الأحيان من الشرور أو تهويل الأمور إذا وقع شيء يسير حولته هذه المواقع هذه الوسائل هذه المواقع حولته وضخمته وجعلته خطرا كبيرا كأنه خطر ملم مدلهم يحدق بالناس فربما أثر ذلك على البعض على بعض المستخدمين على هذه الوسائل باليأس أو بالإحباب أو بالإنهزامية أو بالقنوط وهذا له أثر سلبي في التصرفات والسلوكيات فيما بعد كذلك العنف والتمرد الأسري والتفكك الأسري والاجتماعي والتمرد والدعوة إلى العنف والدعوة إلى التطرف والدعوة إلى الانحراف الفكري والزعمة بأنها طرق صحيحة فيها معنى قوة الشخصية والذاتية والتشجيع على التمرد والإرهاب والانحراف الفكري والسلوكي والأخلاقي وتفكك الأسري التمرد الاجتماعي هذه كلها أخطار ضخمة وكبيرة وقد رؤيا وسمع وعلم بعض النماذج التطبيقية لهذه الأضرار لهذه الدعوات المشبوهة دعوات العنف والتمرد والتطرف والتفكك الأسري والاجتماعي والأخلاقي والقيم الفساد الأخلاقي تنشر الرذيلة كثير من هذه الوسائل تنشر عليها كثير من الرذائل والعلاقات غير الشرعية العاطفية غير الشرعية وانحرافات جنسية وأخلاقية وقيمية وسلوكية ينشر على هذه المواقع وقد يغتر بذلك من الناشئة من أبنائنا وبناتنا من يغتر نسأل الله تعالى أن يحفظاهم وأن يحفظنا جميعا الأمراض النفسية الإدمان عليها الإغتراب النفسي هذه أيضا أمراض صحية وربما عقلية ونفسية وعضوية أمراض صحية تكون عقلية أو نفسية أو عضوية وقد تكلم المختصون في هذا الشأن سواء من الدارسين النفسيين والباحثين الاجتماعيين وكذا الأطباء العضويين كلهم قد تحدثوا في هذا الشأن وبيّنوا أخطار ذلك وأضراره أيضا من ما يرجع إلى أضرار هذه وأخطار هذه الوسائل ضعف التحصيل العلمي ضعف المستوى العلمي للناشئة للطلاب والطالبات وذلك لإنهما كثير منهم في استخدامها في استعمالها وفي الدوام عليها والبقاء فيها والالتهابها ربما إلى ساعات طويلة مما يؤثر على تحصيلهم العلمي وعلى قدراتهم وحيويتهم ونشاطهم ربما تسبب في غيابهم عن الدروس عن المحاضرات عن الدروس عن الحصص العلمية المحاضرات العلمية عن الدروس العلمية في الجامعات أو في التعليم العام وهذا مشاهد وواقعهم الموس والإخوة التربويون في التعليم ينادون بالتحذير من ذلك ويبينون مخاطرة نسأل الله تعالى أن يحفظ ناشئتنا من هذه الأخطار المدلهمة وأما العلاج فيكون من وجوه عديدة من طريق قرص العقيدة الإسلامية الصحيحة في نفوس الناشئة عقيدة أهل السنة والجماعة من جهة الولى والبراء لله جل وعلا ولرسوله وللمؤمنين والمؤمنات من جهة السمعة والطاعة لولاة الأمر من جهة وحدة الصف الحثة على وحدة الصف واللحمة واجتماع الكلمة والتحذير من التفرق والاختلاف والتنازع تحذير من سوء الظن بالولاة بالعلمة بالمجتمع بالنخب الفكرية والعلمية والإعلامية والثقافية وسائر فئات المجتمع أن يحذر الناشئة الشباب والشابات المستخدمين لهذه الوسائل والمستخدمات أن يحذر الجميع من سوء الظن بفئات المجتمع بالدولة وبالمجتمع وبالأفراد وبالنخب أن يكون أيضا من العلاج دقة المراقبة في الأسرة المراقبة في الأسرة وكذلك المراقبة والمتابعة من الجهات المجتمعية والتحذير من مخاطر هذه الوسائل وبيان أضرارها فإن الله جل وعلا ينفع بهذا إن شاء الله من ذلك من العلاج رفع مستوى مستوى الوعي لدى الأفراد وبناء الحصانة الذاتية الداخلية في الفرد منذ بدء فهمه وتمييزه ذكرا كان عام أنثى من المعالجة أيضا ترصيخ قيم الوسطية والاعتدال والحث على ذلك والتطبيق العملي له في الوسائل في هذه الوسائل التطبيق العملي له في هذه الوسائل تعزيز الهوية الإسلامية والهوية الوطنية الولاء لله ورسوله ولكتابه والمسلمين والمسلمات وللدولة وللمجتمع والسمع والطاع لولاة الأمر هذا مهم جدا تعزز هذه المعاني هذه المقاصد هذه الغايات تعزز عن طريق الكتابة فيها وعن طريق الترصيخ لها وضرب الأمثلة والنماذج والحث عليها والتحذير مما يضادها من الفرقة والتفرق والاختلاف والتطرف والانحراف والغلو يحذر من ذلك كله فعندنا فالعلاج من وجهين بناء ما يرسخ العقيدة والوسطية عقيدة الإسلامية الصحيحة والوسطية والاعتدال ويعزز الهوية ويظهر محاسن الشريعة ويبني الشخصية السوية المعتدلة ويرفع الوعي لدى الأفراد هذا من وجه هذا في جانب البناء وفي جانب وفي الجانب الثاني أن يدفع وأن يرفع وأن يحذر مما يناقذ ذلك ومما يخالفه ومما يهدمه أو يقلل منه أو يخل به فالمعالجة تكون من وجهين وجه من جهة البناء والإيجاد للمعاني النافعة للمقاصد والغايات الخيرة من ترصيخ قيم الوسطية والاعتدال وتعزيز الهوية الإسلامية والوطنية وظهر محاسن الشريعة وقيمها ومحاسن الأخلاق ومراقبة الأسرة والجهات المجتمعية والسمع والطاع لولاة الأمر والحث على جمع الكلمة ووحدة الصف وبناء اللحمة وزجر والإجابة والتحذير التحذير مما يخالف ذلك والإجابة على الشبه التي تثار على ذلك هذا واجب واجب أهل العلم واجب أهل الثقافة واجب أهل الإعلام واجب كل من يدخل على هذه الوسائل وهو أهل أن ينفع مجتمعه بقول بكتابة بوجهة نظر برأي فالله الله فالأمر جد خطير وكأنها حرب مستعرة وذلك لأنها وسائل عالمية كل الناس يدخلون عليها العاقل وغير العاقل المغرض والطيب والصالح والمواطن الصالح وذاك المغرض وذاك العدو وذاك كذا الكل يلتقي في هذه الوسائل ولا يخفى الصراع والزحام بين الخير والشر والمغالبة والمزاحمة بين الخير وأهله وبين الشر وأهله فالله الله نناشد فئات المجتمع فئات المجتمع كلها نناشدها من النساء والرجال البنين والبنات شباب والشابات أهل الإعلام أهل الثقافة أهل الرأي أهل الحل والعبد الله الله كل على ثغره فلا يؤتى الإسلام ولا يؤتى الأمن عن طريقه بل يكونوا سداً للشر سداً منعاً للشر وباباً للخير يكونوا باباً مفتوحاً للخير وسداً منعاً للشر نسأل الله جل وعلاً أن يحفظ الجميع بحفظه وأن يكلأ الجميع بعنايته نسأل الله جل وعلاً أن يوفق أولاة أمرنا وعلماءنا ومجتمعنا لكل خير وأن يعين الجميع على كل بر وأن يحفظ الجميع من كل سوء وأن يعيذنا من الشهوات والشبهات وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه مرة أخرى أشكر لكم جميعا الإخوة القائمين على هذا البرنامج في شؤون الحرمين والذي هو برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز على سعود أمير منطقة مكة المكرمة وكذلك أنتم الإخوة المستمعون والمشاهدون والمداخلون على هذه الكلمات والداخلون على هذه الكلمات أسأل الله للجميع التوفيق والسداد والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين